في خطوة اعتبرت نصرا للهنود الأمريكيين والمدافعين عن البيئة رفضت السلطات الأمريكية مد خط لأنابيب النفط كان أثار جذلا كبيرا في داكوتا الشمالية وقال مسؤولون إنه من الأفضل البحث عن مسالك بديلة لمد الأنابيب بعد أن أثار المشروع حركة احتجاجية خلال الأشهر الأخيرة في البلاد من جانب السكان الأصليين وتعتبر قبيلة ستاندينج روك وهي من قبيلة سيو خط الأنابيب تهديدا لينابيع مياه الشرب ولمواقع دفن فيها أجدادها وكانت القبيلة طلبت من الرئيس الأمريكي تدخل لوقف الأشغال في وقت نجح أفراد القبيلة في حشد آلاف المتعاطفين مع قضيتهم